السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وبنات وبناتي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية نراجع درسنا السابق ونجيب على السؤال التالي أذكر أبرز خلفاء الدولة العباسية من أبرز خلفاء الدولة العباسية أحسنتم أبو العباس عبدالله بن محمد أيضا أحسنتم أبو جعفر المنصور أيضا أبو عبدالله محمد المهدي هارون الرشيد والمعتصم بالله إذن هؤلاء هم أبرز خلفاء الدولة العباسية بعد أن تحدثنا عن الدولة الأموية والدولة العباسية وتعرفنا على خلفاء هذه الدولة كيف تأسست ومنهم أبرز خلفائها وعواصم كل منها سنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن الحضارة الإسلامية إذن عنوان درسنا هو أحسنتم الحضارة الإسلامية أهداف الدرس يتمكن الطالب والطالبة من أن يوضح مفهوم الحضارة يعدد خصائص الحضارة الإسلامية يذكر أبرز منجزات الحضارة الإسلامية هذه أبرز محاورنا لدرسنا هذا اليوم وأهم الأهداف التي سنتمكن بإذن الله تعالى من تحقيقها سنعرف مفهوم الحضارة الإسلامية وخصائصها وأيضا سنذكر أبرز منجزات الحضارة الإسلامية الحضارة الإسلامية نفكر ونستنتج مع اهتمام الدولتين الأموية والعباسية بنشر الإسلام اهتمتا أيضا بالعلوم والأدب والعمران فمن أين انطلقت الحضارة الإسلامية وما أبرز منجزاتها اهتمت الدولة الأموية والعباسية كما نعلم بنشر الإسلام حتى وصل إلى أواسط آسيا وصل إلى شمال إلى أفريقيا وأيضا إلى أوروبا فمن أين انطلقت هذه الحضارة وما أبرز منجزاتها من أين انطلقت أحسنتم هي من أهد أصدر الإسلام من عهد من؟ أحسنتم من عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أساس الحضارة ومنطلقها الحضارة ماذا يقصد بها؟ هي جميع ما ينجزه الإنسان في مجالات المعرفة والفن إذن الحضارة هي جميع ما ينجزه الإنسان في مجال المعرفة والفن والتقاليد والعمارة والثقافة والاقتصاد والإدارة إذن الحضارة تشمل هذه المنجزات أو المنجزات في هذه المجالات منجزات الإنسان في شتى مجالات الحياة من مجالات المعرفة وأيضا الفن والتقاليد والعمارة والثقافة والاقتصاد والإدارة إذن هي شاملة لجميع مجالات الحياة التي تدل على ماذا؟ تدل على الارتقاء والتطور إذن ماذا يقصد بالحضارة؟ عندما نقول حضارة هي مفهوم واسع وشامل إذن هي أحسنتم هي جميع ما ينجزه الإنسان في مجالات المعرفة والفن والتقاليد والعمارة وأيضا في مجال الثقافة والاقتصاد والإدارة تدل هذه الإنجازات على ماذا؟ أحسنتم تدل على الارتقاء والتطور إذن هي مفهوم ومصطلح عام يشمل جميع المجالات المعرفية والفنية والتقاليد والعمارة والحياة الثقافية والمجال الثقافي والاقتصاد والإدارة وهذه جميعا تدل على ماذا؟ تدل على ارتقاء المجتمعات وتطورها عندما نذكر الحضارة الإسلامية عرفنا أن الحضارة هي مفهوم عام لمنجزات الإنسان في شتى مجالات الحياة وذكرنا هذه المجالات التي تدل على ارتقاء الإنسان وتطوره وعندما نقول حضارة إسلامية ماذا تشمل أو ماذا تعني وكيف بدأت ومن أين انطلقت؟ الحضارة الإسلامية انطلقت من أين؟ أحسنتم رائعين انطلقت من المدينة المنورة في شبه الجزيرة العربية أساسها ماذا؟ أساس الحضارة الإسلامية التي انطلقت من المدينة هي أساسها ماذا؟ أحسنتم الإسلام واللغة العربية إذن عندما نقول حضارة إسلامية إذن كانت انبثاقها وانطلاقها من المدينة المنورة وهي في شبه الجزيرة العربية أساس هذه الحضارة هو ماذا؟ هي اللغة الإسلام واللغة العربية امتدت من المدينة المنورة ونعلم أن أساس انبعاث هذه الحضارة الإسلامية هي مرتبطة ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة التي تأسست فيه الدولة الإسلامية وانبثقت منها الحضارة الإسلامية إذن امتدت من المدينة المنورة في العهد النبوي وأيضا امتدت في عهد الخلافة الراشدة والدولة الأموية والدولة العباسية حتى وصلت هذه الحضارة التي انبثقت من المدينة المنورة وصلت إلى أين؟ حتى وصلت إلى إفريقيا وأيضا إلى أوروبا وأيضا وصلت إلى أواصط آسيا إذن هذه الحضارة التي كان أساسها ونقطة انطلاقها هي من المدينة المنورة في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم عهد خلفائه الراشدين وهم أحسنتم عندما نقول الخلافة الراشدة يقصد بهم الخلفاء الراشدين الأربعة هما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطى أبو عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ثم تلاق هذه الخلافة الراشدة الدولة الأموية والدولة العباسية التي سعت إلى نشر الإسلام ونشر هذه الحضارة حتى امتدت ووصلت إلى كل من أحسنتم حتى وصلت إلى إفريقيا ووصلت إلى أوروبا ووصلت إلى أواصط آسيا عندما نقول حضارة إسلامية نحن نتحدث الآن بشكل عام عن الحضارة الإسلامية هي حضارة إنسانية عندما نقول إنسانية إذن هي تشمل الإنسان الذي يعيش على الأرض بشكل عام حضارة إنسانية ذات قيم ومبادئ الحضارة الإسلامية هي حضارة إنسانية تضمن لكل من يعيش في المجتمعات تضمن له ماذا؟ الحياة الكريمة إذن هي حضارة إنسانية ذات قيم ومبادئ شملت إنجازاتها ماذا؟ العلوم والأداب والصناعات وأيضاً الطب إذن هي مفهوم شامل هي مفهوم واسع انطلقت من المدينة المنورة حتى امتدت في عهد كل من في العهد النبوي وفي العهد الخلفاء الراشدين وفي الدولة الأموية والدولة العباسية حتى وصلت إلى كل من أفريقيا وأوروبا وآسيا إذن هي حضارة عالمية وحضارة إنسانية ذات قيم كما ذكرنا ومبادئ توسعت وشملت جميع العلوم والأداب بالصناعات والطب أيضاً ويشهد لنا التاريخ بهذه الحضارة الإسلامية القائمة إذن من خصائص هذه الحضارة بعد أن عرفنا أنها انطلقت وانطلقت من المدينة المنورة وامتدت في عهد الخلفاء الراشدين والدول الأموية والعباسية كل منها حتى وصلت إلى بقعة كبيرة جداً من هذا العالم من خصائص الحضارة الإسلامية كما ذكرنا أنها حضارة ماذا؟ حضارة إنسانية وأيضاً من خصائصها أنها حضارة عالمية فهي تشمل جميع أو تشمل كل من يعيش على هذه الأرض أيضاً حضارة متطورة وحضارة علم وقيم إذن هذه هي أبرز خصائص الحضارة الإسلامية أنها أحسنتم إنسانية وأيضاً رائعين عالمية متطورة وأيضاً ماذا؟ حضارة علم وقيم الإنسانية بأن تضمن للإنسان العيش بحياة كريمة بدون حدود أو بدون قيود على فئة دون الأخرى عالمية لأنها وصلت إلى جميع قارات العالم متطورة فهي تواكب كل حديث بما يتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي وحضارة علم وقيم فهي شملت جميع مجالات العلوم والآداب والصناعات وأيضاً الطب نشاط رقم واحد يصف الطلبة الحضارة الإسلامية بناء على ما درسوه في سطرين موضحين خصائصها وامتدادها إذن ما المطلوب مننا الآن مبنائي وبناتي هو وصف الحضارة الإسلامية بناء على ما درسناه وما تعلمناه في حدود السطرين عن الحضارة الإسلامية نعم أحسنتم انطلقت الحضارة الإسلامية كما نعلم رائعين من المدينة المنورة وإلى أين امتدت؟ إلى إفريقيا وأوروبا وأواسط آسيا امتداداً من العهد النبوي ثم العهد الخلافة الراشدة ثم أحسنتم الدولة الأموية والدولة العباسية وهي تتصف بأنها رائعين حضارة إنسانية وعالمية متطورة وحضارة علم وقيم هي شاملة لجميع المجالات مجالات الحياة من فن من عمارة اقتصاد ثقافة طب وصناعات وغيرها فلذلك هي عالمية ومتطورة وفيها القيم والمبادئ الإنسانية عرفنا مفهوم الحضارة الإسلامية وعرفنا أهم المعلومات عن الحضارة الإسلامية وانطلاقها التي انطلقت من المدينة المنورة في العهد النبوي من أبرز منجزات الحضارة الإسلامية لديها الكثير من الإنجازات على عدة مستويات وعدة أنظمة مثلاً النظام السياسي شملت الحضارة الإسلامية أو منجزات الحضارة الإسلامية النظام السياسي والنظام القضائي وأيضاً النظام الإداري والنظام المالي عندما نقول النظام السياسي كيف أو ما هي منجزات الحضارة الإسلامية في المجال السياسي من أهم هذه المنجزات هو إيجاد أو كون وجود هذه الأنظمة مثل الشورى والبيعة وهذه من المبادئ الإسلامية الله تعالى يقول من صفات المؤمنين وأمرهم شورى بينهم إذن هذه من أهم منجزات الحضارة الإسلامية على المستوى السياسي يوجد فيها ما يسمى بالشورى وأيضا البيعة البيعة بمعناها المختصر هو طريقة ترشيح أو تعيير رئيسا أو من يرأس خلافة ويتولى أمور المسلمين كما نعلم بعد وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم من تولى أمور المسلمين هو الخليفة أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهذا بنظام البيعة وهو نظام سياسي أيضا من الأنظمة ومن المجزات الحضارية الإسلامية على مستوى القضائي مثل ماذا؟ من الأنظمة في الحضارة الإسلامية في المجال القضائي تعيين القضاء نعلم دور القضاء هي في الحكم وفي دراسة ومعرفة أمور الدين وما يتعلق بها من أحكام هي تكون أو يرجع مرجعنا في هذه أو المرجع في هذا الأمر هو إلى القضاء هم من يتولون أمور الأحكام الدينية والشرائع وما يتعلق بها أيضا من مجزات الحضارة الإسلامية في المجال الإداري والتنظيمي فيوجد هناك ما يسمى بأحسنتم الدواوين وأيضا الولايات هي من الأنظمة التنظيمية الإدارية التنظيمية داخل الدولة الإسلامية كانت تتبع هذه الأنظمة من أجل تنظيم أمور العاملين في الدولة وأيضا تنظيم جميع ما يتعلق بالناس في الدولة أيضا النظام المالي مثل بيت المال يوجد ما يسمى ببيت المال وأيضا هناك ما يسمى أو مكانا لسك العملة إذن هذه من أهم منجزات الحضارة الإسلامية في مجالات مختلفة فوجد هناك العديد من الأنظمة النظام أحسنتم النظام السياسي أيضا رائعين النظام القضائي النظام الإداري وأيضا أحسنتم النظام المالي نذكر مثالا على كل من هذه الأنظمة أذكر مثالا عن النظام السياسي ماذا يوجد لدينا من أمور تنظيمية في هذا المجال أحسنتم ما يسمى بالشورى والبيعة في النظام القضائي عين القضاء في المجال أو النظام الإداري أنشئة الدواوين والولايات وفي النظام المالي أنشئ بيت المال الذي هو مسؤول عن جمع الزكاة وكل ما يتعلق من أمور مالية تخص المسلمين وأيضا أنشئ دارا لسك العملة تحدثنا في النظام المالي أن هناك سك للعملة أسس الخليفة عبد الملك بن مروان هو من خلفاء الدولة الإسلامية في دمشق أول دار لسك العملة وهي منشأة تصنع فيها القطع النقدية عندما نقول العملة إذن يقصد بها القطع النقدية وهي العملة التي يتعامل بها المسلمين في أمور التجارة والبيع والشراء فأن أسس الخليفة عبد الملك بن مروان دارا في دمشق مسؤولة أو خصصة هذه الدار لسك العملة وهي النقود أو القطع النقدية لعملية التبادل التجاري والبيع والشراء صدر أول دينار عربي خالص من ماذا؟ صنعا من الذهب إذن صدر أول دينار عربي خالص من الذهب قطره سانتي وفاصلة تسعة مجتملا على ماذا؟ على المأثورات الدينية الإسلامية وأهمها كلمة التوحيد ما يقصد بكلمة التوحيد؟ أحسنتم عندما نقول كلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله محمد الرسول الله مع ذكر سنة الإصدار إذن أسست في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان دار لسك العملة النقدية والقطع النقدية وأيضا أصدر أول دينار عربي خالص من الذهب هذه صورة للدينار أو للعملة وأيضا للدينار العربي الذي سك من الذهب الخالص كتب عليه كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له أيضا على الوجه الآخر الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد بسم الله ضرب هذا الدينار عندما نقول أو ذكر سنة الإصدار ضرب هذا الدينار سنة 77 هجريا محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كتبت هذه العبارة على هذه العملة إذن نشاهد أمامنا هنا الله أحد الله الصمد هذه العبارة كتبت هنا بالوسط هنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهنا أيضا كتبت عبارة أو سنة السك هذه العملة عام 77 هجريا وفي نهاية درسنا بعد أن تحدثنا عن مفهوم الحضارة الإسلامية وتحدثنا عن انطلاق هذه الحضارة وامتدادها والمنجزات أبرز وخصائص الحضارة الإسلامية وأيضا أبرز منجزاتها نجيب الآن على هذا السؤال ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية أسس الخليفة عبد الملك بن مروان في بغداد أول دار لسك العملة العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم العبارة صحيح العبارة خاطئة عفوا العبارة خاطئة ما الخطأ في هذه العبارة؟ رائعين نعم أحسنتم العبارة خاطئة لأنها أسست في دمشق وليست بغداد صدر أول دينار عربي من الذهب العبارة؟ أحسنتم العبارة صحيحة أكمل الفراغات التالية بما يناسبها الحضارة هي جميع ما ينجزه من؟ أحسنتم جميع ما ينجزه الإنسان في مجالات المعرفة والفن والتقاليد والعمارة والثقافة والاقتصاد والإدارة والحضارة تدل على ماذا؟ أحسنتم تدل على الارتقاء والتطور ما أبرز خصائص الحضارة الإسلامية؟ من أبرز خصائص هي أنها أحسنتم إنسانية عالمية حضارة متطورة وأيضا حضارة علم وقيم وبذلك أبنائي وبناتي وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وسنكمل بإذن الله حديثنا عن الحضارة الإسلامية في الدرس القادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته